عمت فيضانات قوية منطقة كتالونيا الشمالية الشرقية في إسبانيا إثرى خطول أمطار غزيرة أسفرت أيضا عن سقوط ضحايا ومفقودين حيث ذكرت الشرطة الإسبانية أنها عثرت على جثة رجل على الشاطئ بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائه من بلدة قريبة وأكد رجال الإطفاء أنهم بصدد البحث عن امرأة وابنها كانوا يقيمون في منزل ضواحي برشلونة وأضفت السلطات المحلية أنه طول الأمطار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي أثر على نحو 20 ألف شخص وانهيار العشرات من الطرقات في منطقة كتالونيا بعدما غمرتها الفيضانات والأنهار هذا فيما توقفت حركة السيكاك الحديدية ومتر الأنفاق وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن كثافة الأمطار في برشلونة ستصل إلى مستويات قياسية مع هبوب رياح قوية على امتداد النصف الشرقي لكتالونيا وكستيون وجزر البليار وأضفت المصادر أن الثلوج وصلت للعديد من المناطق في إسبانيا وتزداد المخاوف من تكرار ظاهرة الاكتئاب الجوي المعزول على مستويات عالية نتيجة التصادم كتلة من الهواء البارد في الارتفاع مع الهواء الساخن من السطح وتعرف هذه الظاهرة باسم خفاض بارد